على ساحة البر تتضح أكثر فأكثر نتائج عمليات الاستطلاع بالنار التي نفذها الاحتلال كنا نتحدث عن كمينين في خان يونس الليلة أيضا جرت اشتباكات في شرق خان يونس وهذه الاشتباكات لم تتضح بعد صورتها لأيام المقبلة سوف تتضح لكن الفكرة الأساسية لماذا يختارون شرق خان يونس على فكرة شرق خان يونس هي منطقة رخوة ومنطقة مكشوفة بين الحدود وبداية البيوت مسافة كبيرة يعني يستطيعون أن ينجز فيها يختبرون البداية منها للبر هذا ما يسمى عسكريا الاستطلاع بالنار يعني أن تتقدم القوات من أجل أن تنفذ الاستطلاع معينة لكن يبدو أنه في غير اشتباك الليلة الاشتباك السابق حديث عن وقوع قوات أمريكية في مصيط النار وفق المستشار السابق الكل يمكن تشاهد اليوم الفيديو نوغلاس ماغيريغور وهو أساسا صاحب فضائح سابقة صحفية وعليه دائما هو مطروض يعني كامل مهنته خلينا نوقف عندها شوي عبد الرحمن ونشير أن قوات أمريكية كوماندوس أمريكي حاول الدخول برا إلى غزة مع قوات إسرائيلية وهذا أمر كان متوقع صراحة وليس مستهربا في تقارير قالت بأنه ثاني يوم بعد 7 أكتوبر كانت قوات كوماندوس أمريكية تحاول مباشرة الدخول إلى غزة لكن أجرت هذا الموضوع لا أعرف مدى دخلت هذه التقارير هو الملاحظ في هذا الأمر جانبا جانب له علاقة بالعدو وجانب له علاقة بالمقامة فيما يتعلق بالعدو أولا نحن نتحدث ليس فقط عن شراكة عملياتية وإنما قيادة عملياتية مشتركة بين الأمريكيين وإسرائيلين وربما تكون اليد الأعلى الأمريكيين الوحدات التي جلبت إلى فلسطين المحتلة مباشرة كانت هي الوحدات المتخصصة كما يسمونها في تحرير الرهائن هم يحاولون اختراع أي إنجاز حتى لو بصورة إخراج أسيرين أو ساتر أنه هي معركة صورة قبل كل شيء وهنا أعطي ملاحظة وهذه الشهادة من كل من يتابع التاريخ العسكري الأمريكي في كل التاريخ العسكري الأمريكي لم تنجح عملية إنقاذ رهائن أو أسرة ولا مرة واحدة ولذلك تجد هوليود دائما تركز على النجاح في هذا الأمر لأنه في الواقع في اليمن في إيران في كثير من الدول حتى في أفغانستان ولم يسجل التاريخ العسكري الأمريكي عملية إنقاذ واحدة ناجحة بعد الفشل في تحرير الرهائن من السفارة الأمريكية في إيران بعد الثورة شكلوا وحدة متخصصة بالكوموندوس للرهائن منذ ذلك الوقت شاركت في اغتيال وسامة بن لادن في برقستان وقيل أنها جاءت إلى غزة وهي وحدة تدخل سريعة ولكن أنا أؤكد لك كثير من خبراء المتخصصين قالوا لي أن لو بحثت كل تاريخ العسكري الأمريكي لم تجد أنها تنجح إما أن تقتل الأسرة والخاطفين أو الأسرين وأما أن تقتلهم جميعا أو تقتل جزءا منهم ولكن لم تنجح أبدا بعملية تحرير كاملة وإلا وجدت الأمريكي يطبل وصنع فيه من عنها بصورة مباشرة كل الأفلام التي تتحدث عن هذا الأمر هي بعيدة عن الواقع وليس لها أي حقيقة ولذلك الأمريكي اليوم لماذا يريد أن يستطلع بالنار هو من جهة ملزم بإنقاذ مواطنين أمريكيين بالنسبة لديه هذا الزام ثانيا يريد أن يقيس على الأرض أيضا بالاستطلاع بالنار والإمكانات حتى لا يعتمد فقط على تقارير الجيش الإسرائيلي والنقطة التي جرى فيها الاستطلاع كما قلت لك مفترض أنها سهلة وأخفقت وهذا يؤكد أنه من طرف المقاومة هناك نظر مختلفة ألا تنجح المقاومة ليس في عملية فقط استدراج القوات البرية وضربها ألا تسمح لها بالتقدم في قضاء غزة إذا جرى ثلاث محاولات قبل أي عملية كبيرة أو اشتياح كبير وأخفقت المحاولات الثلاثة انظر إلى أثر هذا على صعيد القيادة ثم على صعيد الجنود بالعكس أنك ثمت احتمال أن تكون هذه العملية في نوع من الاستدراج بمعلومات وهمية ولذلك وقعوا في كمين نحن نتحدث كمال عن كيلو مترات في تلك المنطقة خالية يعني مفترض أنه لا يوجد فيها مداني يعني مفترض أن وضع المقاومة صعب مفترض أن تقدم القوات يكون أسرع وأسهل وفي العمق ولكنها لم تستطيع بالعكس وقعت في كمين محكم والاشتباكات وفق شهود العيان أصواتها وطبيعة الاشتباكات تدلع أنه كانت اشتباكات قوية يتحدث اشتباكات الجارة الساعة نعم تحديدا ليلة ولكن حتى ذلك الاشتباك كان كبير يبدو أنه كان حسب ما يقول المصادر في المقاومة أنه هناك ضرر كبير على القوات وهرب جنود وتضرر الدبابات وجرفات هذا كله يقودنا إلى السؤال عن الدائم والمتكرر منذ بداية الحرب عن العملية البرية حقيقة في ظل التصريحات الإسرائيلية وزد عليها التصريحات الأمريكية هناك فوضى وضياع كبير جدا لا تستطيع فلا أن تحدد أنه هل هذا الأمر له علاقة بخداع ولا هو فعلا تضرب ما يتضح حتى اللحظة أنه هناك تضرب حتى اليوم زاد هناك تحذير فرنسيا من هجوم بري واسع وتأثيره على إسرائيل أيضا بايدن أمس ردا على كل محاولة إسرائيل وتحدثنا أول من أمس عن هذا الأمر أن إسرائيل بعد الخلاف بين السياسة والعسكر من يتحمل تأجيل العملية البرية قرروا أن يأخذ الأمر المربع واشنطن أنه ننتظر من ولاية المتحدة الأمريكية ويسربوا مجموعة أخبار ثم بدأ البيت الأبيض قبل أن يخرج بايدن ويتكلم يسرب أيضا عن طريق مصادر الصحافة أنه نحن لم نطلب بتاتا من إسرائيل تأجيل العملية البرية والقرار لديهم ثم قال بايدن أنه أنا لم أنصح بهذا الأمر على بغد النظر إذا كان بايدن خرف أولاءه وهو يحكي جملة ثم يحكي عكسها ولكن واضح من سياق الصحافة الأمريكية أنهم ردوا الكرة إلى الملعب الإسرائيلي ليست المشكلة عندنا ولا تحاولوا التأجيل ضمن أي ذريعة هذا قراركم وإن كان الأمريكي مشرفا على هذا القرار ولكن حتى صدرت الأخبار على CNN قبل أن ندخل الستوديو تتحدث أن حتى الأمريكيون ينصحون الإسرائيليين بعمليات خاطفة دون عملية برية كبيرة وهذه العمليات الخاطفة حتى أيضا هي غير ناجحة بدلالة ما يحدث حتى اليوم الثامن أو التاسع عشر الآن تكرار هذه الأعذار كمال يوحي بأزمة كبيرة أكثر مما يوحي كما قلنا بمراوغة وخداع ولكن لذلك أنا أعتقد حتى من كلام نتنياهو لم يحمل جديد أبدا أمس لا يوجد أي جديد فيه هناك ترجيح أكبر لاحتمالات التأجيل أو حتى الإلغاء على التنفيذ القريب من يسمع نتنياهو يقول أن العملية ستبدأ اليوم ومن يرى اجتماع الكابنت الذي انتهى قبل نصف ساعة تقريبا يقول أن العملية ستبدأ اليوم هذا جيش كبير لو وي جيش في العالم يتعرض لما تعرض له في سبعة أكتوبر رد الاعتبار يقوم على القتال بعقيدة وليس ضمن خطة بالضرورة يعني كان يجب من اليوم الثاني أو الثالث أن يرد ويدخل بكل ما يملك إلى أراضي ما يسميه العدو ويحقق انتصارا حتى لو هذا الأمر أكلفه ألا في القتلة الجيش الذي لا يستطيع أو لا يريد أن يذهب إلى هذا المستوى من القتال لا تراهن عليه ترجمة نانسي قنقر